أول من يحمل الأحجار ويطالق على السفارة آني سيد أبو ميثاق يعني كما كان يقول لأبو عبد المطلب أنتوا تحللون وتحرمون بكيفكم ذاك اليوم صواريخكم وراياتكم وحركتوا السفارة وضربتوا هذا ومن شال الإعلام من الناس تسأل شنو قلت يا بي ذولا محتلين وذولا كذا وذولا كذا وذولا كذا واليوم تدعو للعمل الدبلوماسي يعني هل العمل الآن صار من حفر حفرة اليخي وقع فيها بالهمس كان يرجمونها واليوم يحجون إليها شلو الموضوع لا لا أبدا لكن أنت حضرتك مرات تلمز إلى أمور يا أستاذ نجم يعني العراقيين مو هم من اللي سلموا الصايا والصرماية مثل ما تفضلت قبل شويه للأمريكان وقعدوا أنه يرجعون يستجدون معدهم لا الولايات المتحدة الأمريكية قوة غاشمة فرضت وضع معين بعد أن يعني سحقت النظام الدكتاتوري وأنهتها وعرسلتها إلى ذاكرة التاريخ فرضت وضع معين وهي يعني بسيطرة مخالب يعني عن كبوتية على كل يعني معيشة الناس أرزاق الناس اليوم حتى تجي تقعد وتسلم مقدرات الناس للمجهول لا خوب أنت حاول تقدر يعني تحصل ما تحصله الناس هذه إلى حقوق وأنت من تقعد وتشتغل سياسة مو وظيفتك أنه أعرض أموال الناس للهتك وأعراضها وممتلكاتها لا اليوم القوة الغاشمة لازالت ظلالها موجودة وبتصدي مجلس النواب العراقي وأكو قرار ويمثل كل الشعب العراقي يا 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 أستاذ يا أستاذ أمو ميتاق بطرج هذه القوات حتى نرفع هذا الثقل عن جهر العراقيين يعني أنتوا تشتغلون سياسة يا أخوان وأنت رجل قيادة وما زلت باسمك الحركي مرة تسميها قوة غاشمة ومرة أنت بسلمها أموال وأعراض الناس ومرة أنت فاتح لها أكبر سفارة بالعالم وبالشرق الأوسط هي هسا ما يصيرها قال للقاعد ابني على وحده له هي قوة غاشمة له هي صديقة له يتعامل بالإطار استراتيجي له يتعامل بالإطار الدبلوماسي له هي قوة محتلة شلون تتعاملون بالسياسة في ظل هاي الخربطة والفوضى هم شنو توصيفهم ياكم لا لا أستاذ نجم أستاذ نجم هذا الارتباك بالوضع مو إحنا خلقناه العفو إحنا مو جينا أنطينا صفة للقوات الأمريكية بأنها غازية قرار مجلس الأمن وصفها بقوات محتلة وغازية هذا الوضع مو إحنا اختارناه نظام هدام هو اللي سمح لهذه المعالة الغاشمة ولهذه القوة العاتية أقل لك أمي اللي جتوين أمريكان بالقدوم من عشر تالاف يا أنتوين أمريكان من عشرات الالو في الكيلومترات ووضع أدواتهم الثقيلة هاي قوتهم هاي المميتة هنا فيها العراق وإحنا اليوم يعني نعاني أشد المعانات من وجودهم والتبعات الثقيلة يسود يبيض على قوة تعالي أنا مع ما يراه أسمع 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 أستاذ نجم أنا لا أحيد عن مطالب أبناء شعبي وأني واحد من جماهير أبناء شعبي العراقي اللي شفيتم إذا ركضوا باتر على السفارة أنا من فضل الله ما عندي منخص التنفيذي أول من يحمل الأحجار ويطالق على السفارة أنا لكن قل لي أنت باتر إذا حطيتني في منصب حكومي أقول لك عندي خارجية وعندي مالية وعندي جيش وعندي إمكانات وعندي قدرة وعندي من يسمعني وأنا هسا تقريبا محط أنظار العالم العالم يردون في هاللحظة هذه يستغلون الوجود العراقي في تحييد مثلا الجمهورية الإسلامية وبعادها من الاستدامة مع الكيان الغاصي في تحييد حزب الله في تحييد حتى تهدئة الصدريين داخل العراق هاي كلها ملفات اليوم الوفود اللي رايحة أو جاية وتسعى لدى الإطار التنسيقي إنه نريد استثمار وجودكم في السلطة لتحقيق هذه الأمور في مقابل فوائد جمع تساعد في إرسال الأمن والاستقرار وبحبوحة الاستقرار اللي يشعر به العراقيين حاليا آني أشكراك اشتركوا في القناة